مهندس محمود وحيد مساء الخير وهي أهلاً طبعاً بالرحب بيك وهي أيضاً مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان أولاً الإسم حلو جداً الإسم جيمنيين وفكرة أن أنت تعمل هذا العمل التطوعي ويبقى مؤسسة الفكرة بدأت إزاي؟ خصوصاً أن أنت مهندس وده ما كانش مجالك يعني ما كانش مجال دراستك ولا عملك الرئيسي بدأت الفكرة إمتى وإزاي؟ الفكرة بدأت لما شفت موسين موجود في الشارع وحاولت أساعده وملقتش جهات بتساعد أهالينا المشردين بلا مأوة فمن هنا قررت أعمل كيان مخصوص للناس اللي موجودة في الشارع يخشوا فيه بدون أي روتين ويساعدهم ويعيشوا جوايا حياة كريمة المؤسسة عمرها قد إيه؟ إحنا بدأنا كمبادرة كمبادرة فردية مني من عشر سنين 2012 وبعدين خدنا تركيص رقم واحد في مصر كلها 2016 العلاقة بقى ما بينك وبين وزارة التضامن يعني دور الدولة فين معاك في المؤسسة التطوعية؟ لأ وزارة التضامن دي الأمبريلة بتاعتنا يعني إحنا بناخد ترخيصنا منها هي الجهة الرقابية الغطاء القانوني يعني هي الجهة الرقابية كمان علينا بالإضافة أن إحنا كمان أخدنا صفة النفع العام من رئاسة الوزراء فقدرنا نعمل كمان شراقة مع وزارة التضامن الاجتماعي يعني بقى فيه بيننا وبين الوزارة مشاريع بالشراقة مع بعض يعني هما بالمباني وإحنا بالإدارة والصرف على المشاريع دي طيب نروح بقى للحالة الإنسانية الحلوة فكرة إن الإنسان يبقى عنده عمل تطوعي بس العمل اللي عندك الحقيقي عمل صعب إيه الحالات اللي بتستقبلها وتنزل فين وبتشوفها إزاي والناس تتواصل معاك إزاي إحنا بنستقبل أهالينا المشردين بلماء وكبار السن لما نقول كبار السن مش معناها إن هما المسنين فقط لا هو كل ما هو فوق 18 سنة فهو كبير سن فبنستقبل فئة عمرية من 18 سنة حتى نهاية العمر كل ده بنستقبله بالإضافة إن إحنا لما عملنا شراقة مع وزارة التضامن الاجتماعي بقينا كمان نشتغل في الأطفال فبنستقبل أطفال أيتام بنستقبل الأطفال المعصور عليهم بنستقبل الأطفال اللقطاء بنستقبل الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف الأسري أو الإتجار بالبشر المكان هنا متسع لكم حالة إحنا مش عندنا المكان هنا بس يعني إحنا عندنا خمس فروع ده فرع منهم ويمكن ده أصغر فرع ولكن ده الرئيسي إحنا الفروع بتاعتنا تستقبل حوالي 600 حالة عندنا داخل المؤسسة 300 حالة لإني ما عندناش إمكانية للصرف على 600 لما عندنا تبرعات أكتر بنستقبل حالات أكتر أكيد أنتم بتستقبلوا طول الوقت حالات نطاق القاهرة الكبرى ولا كمان على محافظات مصر إحنا بنستقبل حالات من جميع الأموم الجمهورية من اسكندرية الأسوان وعندنا فرق إنقاذ منتشرة في المحافظات مجرد ما بنتبلغ بحالة بنوجه فريق الإنقاذ بيروح يتعامل مع الحالة وينقلها لنا المؤسسة ولو ما عندناش فريق إنقاذ في المحافظة دي بنشوف المتطوعين من الأهالي وينقل لنا الحالة المؤسسة مجرد وصوله للمؤسسة بتبدأ بقى التعامل معاه من أول النظافة الشخصية بعد كده الرعاية الصحية بنشوف هل هو محتاج مستشفى ولا لأ نعمله تحاليل وفحصات كاملة لو محتاج مستشفى بننقله للمستشفى بعد ما وضعه بيستقر في المستشفى بنجيبه يعيش داخل المؤسسة حياة كريمة عشان ما يرجعش الشارع تاني وأنا شايفة يعني طبعا قابلت الناس الحقيقة في مدخل المؤسسة هنا لكن شايفة كمان صور كده مبهجة لفرق إنقاذ الفرق دي كلها تطوعية ناس متطوعة كل الفرق الإنقاذ في جميع المحافظات هم من الناس المتطوعين هل هنا بقى الجامعات مثلا بتبعث شباب الشباب بيجو لك من المدارس من الجامعات بيعرفوا إزاي عن المؤسسة المؤسسة هي ليها نشاط على السوشيال ميديا وبيقدروا أن هم يشوفوا الحاجات اللي احنا بنعملها فبيحبوا ينضموا لينا سواء من الجامعات سواء شباب سواء ناس كبار في السن بتتطوع معنا ودول كتير جدا الناس الكبيرة في السن هي متعاطفة جدا وحاسة بالناس اللي احنا بننقذها وبتكون خايفة يبقى مصرها نفس المصير لأن احنا مش بس بننقذ ناس فقرة أو ناس عندها مشاكل اقتصادية لا احنا بننقذ ناس من عائلات بننقذ ناس كانت دكاترة وكانوا مهندسين وكانوا يعني من أسر كبيرة ما عندهمش مقوى ما عندهمش حد يهتم بيهم بيحصل ليهم مشكلة ما بيبقوا في الشارع سواء بقى مشكلة صحية سواء مشكلة جحود سواء يعني الزهايمر انا شايفة صور مبهجة صور انقاذ صور ناس كبيرة في شايفة ناس بتتجوز في الصور في حالات كتير ايه اصعب الحالات اللي انت كانسان حسيت انه لا الحمد لله ان في مؤسسة تاخد ضلع من الناس دي ولكل حالات صعبة كان من اصعب الحالات اللي انا اتعاملت معاه هي حالة سيدة كانت نايمة في بيت مهدود يعني البيت ده مهدود مكسور يعني بالعامية هي عايشة في خرابة بيت مهدود وهي عايشة على الحطام بتاع البيت ده في قوضة مهجورة كده وكانت مشلولة تماما ايديها ورجليها وبتوقع تسرخ بشكل كبير جدا عشان حد ينقذها مش عارفين بتسرخ لي فانا لما رحت عشان انقذها لقيت تعبان ملفوف على رجلها وهي طبعا مش قادرة تحرك عشان تبعده بس قد تعبان ده مش قذيها يعني لا هو ملفوف على رجلها والمكان كله بقى القوضة كلها فران ودود فبقيتش عارف اعمل ايه والوضعها كان صعب جدا فدي كانت من اصعب الحالات اللي صعبت علي لان هي قاعدة تصرخ مش عارفة تعمل حاجة وقدرتوا تاخدوها في الاخر بترنا خدناها اه وعشت معانا فترة كبيرة وتوافت طيب خليني ادخل معاك الحياة بقى جوه المؤسسة فالحياة اللي انا شايفها في الصور شايفة تعليم شايفة ناس بتتعلم شايفة ناس بتتجوز يعني بعد الانقاذ والناس بتعيش الحياة بتبقى عاملة ازاي احنا مش هدفنا ان احنا ننقذ شخص من الشارع يأكل ويشرب وينام لا احنا هدفنا ان يطلع عضو منتج للمجتمع ازاي اصنع منه انسان قادر على رعاية نفسه بعد ما كان غير قادر على رعاية نفسه فهو ده الشغل اللي احنا البرامج اللي احنا بنحطها للنزلاء ازا زي ما قلتلي انت بقى بتتولى في ناس بتشتغل بعد كده بعد ما يخف بقى ناس بتتعلم بنبدأ نعمله حاجة اسمها تمكين ايه هو التمكين ده التمكين ده ان احنا نخليه قادر على العمل او نوفر له فرصة عمل بعد تأهيله طبعا فبنوفر فرصة عمل دي داخل المؤسسة او خارج المؤسسة يعني احنا عندنا الامن هو كان حالة عندنا سواء المؤسسة هو كان حالة عندنا بعض الاشراف هم حالات عندنا معظم اللي مسؤولين على تصيانة هم كلهم يعني معادة واحد فيهم هم موظفين وبيخدوا دلوقتي مراتة فإذا كأن المؤسسة بتشتغل مع بعضها يعني دايرة بتلف انا محتاج للقوة العاملة دي في المؤسسة وفي نفس الوقت هو النزيل دا أولى لان دا بيته هيحافظ عليه وهيحس بالشخص لانه هو كان في نفس محنته طيب حالات الزواج بقى اللي أنا شايفيها صور الزواج اللي فوق دي بتتم ازاي يعني هل مثلا بيبقى فيه ناس بتعرف بعض جوال مؤسسة ولا بيعرفوا بعض حد من بره وانتوا بتبقوا بقى ايه دور الاهل سواء للي هيتجوز كان عريس او كانت عروسة يعني مثلا احنا اخر جوازة كان فيه عم صلاح دا ستين سنة وجاوز وجاوز نورة من المؤسسة اربعين سنة وكان يعني بيقول يا بابا يعني انا اصغر منه بيقول يا بابا فاحنا فعلا بيت يعني هو جيه طلب ايديها مني وطبعا فيه مقييس عشان يجوز لازم يبقى مرة على شغله سنة كاملة اه انت بتحط مقييس جوه الدار طبعا ما ينفعش ان انا ادي ولادي لأي حد لازم وحتى لو حد عريس جاي من بره لازم اسأل عليه ولازم اشوف هيحافظ عليها ولا لأ بيشتغل ايه هيقدر يعيشها كويس وفيه بقى شبكة ومهر وقايمة وحاجات كده كل حاجة كل حاجة بنتنا مش بنفرط فيها وبنجهزها كمان احسن جهاز الجواز بالنسبة لهم هو الامان بيت اربع حطان حد هو راجع من شغله مستنيه في البيت ده كله لي يعني عندهم حاجة كبيرة جدا هم مفتقدينها الصور اللي ورا حضرتك فيها صور لأطفال تقريبا يعني حديث الولادة رضع يعني فالصور دي حكايتها ازاي يعني ازاي بتاخدوا الأطفال دي ودي مسؤولية كبيرة رعاية وقمومة وقبوة بتعاملوا معها ازاي نبقى اننا حوالي سنتين ثلاثة بس في الأطفال انا باندم ان احنا من عشر سنين ما عملناش حاجة للأطفال هي دي البنبونية اللي بتحلي علينا الخير اللي احنا بنعمله اجمل حاجة في الدنيا التعامل مع الأطفال الأطفال سهل جدا ارضاقهم الأطفال يعني بيدوكي طاقة ايجابية حلوة جدا وكمان بنتطلع أسر بديلة يعني ده يعني تايحة متاح الوزارة اضامة الاجتماعية عاملة قرون أسر بديلة معناها ان الطفل بيعيش داخل أسرة يبقى كفالة بيكفله بياخده في بيته زي ابنه مش تبني هو كفالة وبيعيش معاه وبيكون معاه على طول في بيته ومش في الدار وانت بتتبعه بقى طول الوقت احنا بنتبعه كل ثلاث شهور وزارة التضامة الاجتماعي عندها أخصائيين برضو بتروح تعمل بحث للأسرة دي انه هو بحل كويس طمنه عليه كل ثلاث شهور لازم زيارة للطفل السؤالي الأخير هو سؤال شخصي يعني وانا يعني لازم اسأل السؤال ده لانه المشاهد كمان حيبعايز يعرف طيب مهندس وعنده شغله وعنده حياته اولا انت عندك عيلة اصلا يعني عيلة متزوجة عندك اولاد انا كنت مدير دعم فني في شركة بترول وعندي شركة مقاولات وعندي شركة نقل ومتجوز وعندي ولد وبنت طيب عيلتك دي عيلتك الصغيرة بيشاركوك بقى في العمل التطوعي ده هم كمان؟ هم اخدوا ان احنا كلنا عيلة يعني انا هنا في بيتي يعني ممكن اقعد هنا اكتر وقت كبير جدا من البيت يعني انا ممكن انزل من البيت تسعة صباحا ارجع حداشر اتناشر بالليل فهنا البيت والاسرة ويمكن احيانا بحس ان انا مأثر معاهم وبتكلم معاهم فبقول لهم يعني انتم ممكن يبقى عندكو اهل وعندكو ناس يسألوا عليهم انا بحس ان هنا الناس ما عندهمش حد غيرنا فلازم كلنا نودهم كلنا نسأل عليهم لكن العيلة عيلتك الكبيرة متقبلين الموضوع متقبلين جدا وبيبقوا بشكل مستمر وبيحبوا ده جدا وبيدعموني عليك مين يزارع فيك العمل التطوعي يعني الوالد الوالدة المدرسة الجامعة يعني العمل التطوعي ده اصله لازم يبني من جوه الانسان امي الله يرحمها ووالدي ربنا يدي له الصحة هم زرعين فيها ده لاني انا طلعت لقيت والدي كان قائم على مسجد وكان بيجي لنا اصر بتطلب مساعدات وحاجات زي كده تطوعية فانا كنت معاه في الحاجات دي فتعلمت ده منه الكلمة الاخيرة اللي تقولها الناس كتير عندها اوقات كتير فاضية ما بيعملوش فيها حاجة تقولهم ايه عن العمل التطوعي بشكل عين العمل التطوعي ده ادمان اللي مجربوش ادمان ايجابي اللي مجربوش هو فايته حاجات كتير جدا مش اقول انه هو عنده وقت فاضي لا فيه ناس كتير جدا بتبحث عن السعادة انا لقيت السعادة في العمل التطوعي العمل التطوعي احنا بنده حاجة بسيطة جدا ولكن بناخد مقابلها حاجة كبيرة جدا وهي الرحة النفسية السعادة الامان حاجات كتير جدا لا تقدر بتمن فاي حد ما بيعملش عمل تطوعي انصحه انه هو يجرب وهيد من ده ومش هيبطر مهندس محمود وحيد بجد انا بشكرك جدا يعني الحقيقة مجهود كبير انت بتبزله مجهود من القلب مجهود بلا مصلحة غير انك تساعد انسان زي ما قلته وفكرة الانسانية دي هي الابقة دايما انا بشكرك شكرا جزيلا وكمل المشوار واحنا معاك متابعين شكرا جزيلا شكرا جزيلا